أحدث مشاهدينا حول هذه الذكرى الأليمة التي حلت بأبناء الشعب الفلسطيني نتحدث عن ذكرى النكبة الخامسة وسبعين يسعدني أن أرحب بضيفي في الستوديو الدكتور أحمد صبح السياسي والدبلوماسي الفلسطيني دكتور أهلا ومرحبا بك معنا أهلا وسهلا بك دكتور عندما نقول عن فلسطين ما قبل النكبة فلسطين المنارة التي كانت تنبض بالحياة التي كانت مزارا لكل المثقفين والمبدعين كانت عناصر الإبداع طاغية وعناصر الإبداع أيضا طاغية في هذا البلد كذلك الاقتصاد عندما نتحدث عن هذه المقاومات الكبيرة ماذا نعني بها بعد خمسة وسبعين عاما من هذا الاحتلال الذي ما زال جاثم على صدورنا لعلمنا المناسب أن نذكر بأن الله سبحانه وتعالى قد حبى فلسطين بموقع جغرافي مميز فهي حلقة الوصل بين قارات الثلاث التي تشكل العالم القديم بين أسيا وإفريقيا وأوروبا وحباها أيضا بأن بها تاريخ أكثر من الجغرافيا وهذا التاريخ مقدس وهو مقدس للديانات السماوية الثلاث وبالتالي كان شعب فلسطين مطالب بأن يكون حامي لهذا الواقع التاريخي المقدس ولهذه الجغرافيا المميزة وكان أيضا عليه أن يتعامل مع ثقافات وحضارات ولغات وشعوب الأرض عندما تأتي إلى هذه الأرض المقدسة لم يكن سرا بأن في مع بداية القرن العشرين كانت اللغات الحية موجودة بفلسطين كنت تذهب إلى القدس إلى بيت لحم إلى حيفا إلى يافا ومن الطبيعي جدا أن تكون هناك مدارس تدرس باللغة الإنجليزية وبالعربية وبالفرنسية وبالألمانية وبقي بعدها حتى سنوات متقدمة الأدلاء السياحيين الفلسطينيين كانوا يتقنوا نقل الرواية ونقل هذا التاريخ وهذه الجغرافيا بحيوية وبدفئ وبرسالة احتراف للعالم أجمع الشعب الفلسطيني عام 1900 مثلا كان ستمائة ألف وكان محدش بيحكي على أي خلاف لا ديني ولا عقائدي كان شعب مسالم من الستمائة ألف كان 24 ألف يهودي وخمسمية وستة وسبعين ألف مسلم ومسيحي جدي قال لأبي وأبي قال لي أنه كان له أصدقاء يطلع من القريب حد حفا يروح يومل أحد عن ناصري يأخذ معه فواكه خضار ويرجع بشوية كماش من أصحابه المسيحيين من دار خوري هذا من عرب توريث الحكاية تاريخ الشفاوي جميل جدا وكان يروح صاحبه حيين بحفا يبيعوا اللبن والجبن ويجيب من عنده بعض المنتوجات مثل الشاي الجاهز ومثل القهوة المطحونة إلى آخر ذلك بمعنى أن شعبنا كان مثالا للتعايش الحضاري الديني الإنساني مع بداية القرن حتى عندما أعطي ما يسمى بوعد بيلفور عام 1917 كأحد النتائج الأولى لمن فاز وربح الحرب العالمية كان شعب فلسطين سبعمائة ألف ستة وسبعين ألف يهودي وخمسمية وستمائة واربعة وعشرين ألف مسلم ومسيحي وفقط مع الحركة السهيونية ومع الانتداب البريطاني ومع تشكيل الميليشيات بدأ العنف وبدأ الحرب وبدأت سياسة الإحلال التي صدرت لنا ولم تكن جزءا من مكوناتنا بالعكس كانت مكوناتنا حتى تلك اللحظة تعايش يضرب به المثل وكانوا الأوروبيين يكتبوا عن هذا التعايش وعن هذا الشعب الحضر دولة ذات مقومات كبيرة وكل شيء جاهز فيها اليوم نسمع سؤال دكتور على لسان الكثيرين من ممكن أبنائنا في أعمارنا أو أقل عمرا مننا لماذا فلسطين بالتحديد؟ لماذا حل فلسطين ما حل بها من احتلال ونكبة وتشريد وترويع وقتل حتى وصلنا إلى هذا التاريخ 75 عاما على النكبة وما زالت القضية الفلسطينية في أروقة الأمم المتحدة في المحافل الدولية وما زال الفلسطيني أيضا مطاد ونحن نحيي هذه الذكرى نحن نعيش أجواء النكبة في مخيماتنا نعيشها في الاستعمار نعيشها في الاستيطان بكل الأشكال كما تفضلت بالضبط لماذا فلسطين؟ أكيد نحن متفقين بأن النكبة لم تنتهي بحصولها عام 1948 استمرت باللجوء استمرت بعدم تمكين اللاجئين الفلسطينيين من أن يطبق عليهم قرارات الأمم المتحدة ذات الصلاة خاصة للنقرار 194 بالعودة والتعويض ولكن النكبة مستمرة اليوم بالنشاط الاستيطاني الذي يحاول أن يقضم الأرض الفلسطينية بالتدريج ولكن أيضا مرة أخرى لماذا فلسطين؟ في 1860 كان الاستعمار البريطاني قد بدأ في روديسيا وجنوب إفريقيا محاولة إحلال محاولة استعمار استيطاني ولكن لم يجدوا شيء جذاب مستقطب يضعوه على الطاولة هناك كانت مزارع كانت قتل فأرادوا هنا أن يستفيدوا من أكثر من شيء الموقع الجغرافي المميز الموقع التاريخي المميز وبإمكانهم يستغلوا الدين لأغراض استعمارية ما جرى بفلسطين هو مشروع استعماري استيطاني إحلالي أمريكي بريطاني استغل به اليهود واستغل به اليهود أن هذه الأرض مقدسة للجميع نحن لا ننكر قدسيتها على أحد ولكن ننكر أن تكون قدسية حصرية لأحد فنحن متعايشين مع تاريخنا ومتعايشين مع جرافيتنا إذا أضفنا إلى ذلك بأن الاستعمار القديم كان يريد أن يصل إلى الهند ويريد أن يسيطر على قناة السويس التي بنيت نفهم معنى إن شاء هذا الجسم الغريب ليمنع وحدة العالم العربي جزء الآسيوي عن جزء إفريقي أن يبقى يسيطر أن يبقى يترك المنطقة العربية مشغولة بأن وارداتها وكل ما لديها يجب أن يذهب عكس التنمية عكس التقدم عكس العلم عكس التربية إنما للسلاح وللقتال وللحرب ويبقى إسرائيل أداة حربية متواجدة بالمنطقة تحت الطلب وهذا تحت الطلب شفنا بس مضرب مثلا عام 1956 العدوان الثلاثة على مصر وقال بن جوريون في مذكراته لم أشعر أبدا بأننا كلب فيه حبل طويل وإنت ما بدهم بشدوه وإنت ما بدهم برخوله لما زناور قال له إنسحب يعني بده ينسحب فيش فيها مزاح ونعود إلى 1990 1991 عندما الرئيس جورج بوش قال لرئيس الوزراء الإسرائيلي أنه عشرة مليارات دولار للقروض إذا بتروح على مدريد وإذا بتروحش على مدريد فش قروض ذهب إلى مدريد بمعنى أن الإدارة الأمريكية التي كانت وراء الإدارة البريطانية عند وعد بيلفور والتي ورثت وعد بيلفور والإدارة البريطانية كلها وترأست العالم الغربي الاستعماري كانوا يخططوا أن تبقى إسرائيل قاعدة عسكرية متقدمة للغرب لمنع وحدة العرب ومنع وحدة المنطقة وبالتالي لهذا جاءوا إلى فلسطين ولهذا النكبة مستمرة حتى يومنا هذا ترجمة نانسي قنقر